موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسلام بكم عزيزي المشاهدين نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية البداية بأبرز العنوين نائب رئيس الجمهورية يهنئ ملك البحرين بمناسبة احتفالات الشعب البحريني بالعيد الوطني نائب رئيس الجمهورية يلتقي السفير الفرنسي لدى بلادنا للاطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين طيران التحالف يستهدف تعزيزات حوثية في مارب والجوف ومصر عدد من الحوثيين بجبهة مريس في الضالة مجددا أهلا وسهلا بكم إلى تفاصيل النشرة بعث فخمة الرئيس عبد الرب ومصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة بمناسبة احتفالات الشعبي البحريني الشقيق بالعيد الوطني ونوها فخامة الرئيس بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من أواصل المحبة والإخاء مثمنا مواقف البحرين الداعمة للشعب اليمني وعبر رئيس الجمهورية عن خالص التهاني أصدق التبركات بمناسبة العيد الوطني سائلني المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين مزيد من الخير واليمني والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لهما كل ما تصبوان إليه من رفعة وتقدم وازدهار بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنيئة إلى صاحب السمو الملكير أمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة هناه فيها بمناسبة احتفالات بلاده والشعب البحريني الشقيق بالذكرى التاسعة والأربعين لليوم الوطني والذكرى الواحدة والعشرين لتسلم الملك حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم في البلاد وعبر نائب الرئيس في البرقية عن خالص تهانيه لقيادة البحرين ممثلة بجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ولحكومة البحرين وشعبها الشقيق بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والنماء وأشار نائب الرئيس الجمهورية إلى ما حققته مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة من نجاحات باهرة ونهضة شاملة في مختلف المجالات وأكد نائب الرئيس على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدين الشقيقين والاستمرار في تطويرها وتعزيزها معبرا عن شكره وتقديره للوقفة العروبية الصادقة للمملكة البحرين في تحالف دعم الشرعية ومساندتها للشعب اليمني وقيادته الشرعية في سبيل استعادة دولته ومواجهة المشروع الفارسي التخريبي الذي يستهدف اليمن والمنطقة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق روك نعلي محسن صالح برقية تهنية إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمناسبة رفع اسم جمهورية السودان الشقيقة من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونوها نائب الرئيس في البرقية إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز مكانة السودان وخلق الفرص الاقتصادية والسياسية لشعبه وتخلصه من العزلة الدولية متمنيا لسودان وشعبه مزيدا من التطور والنماء ولبلدين الأمن والاستقرار التقى نائب الرئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح سفير الجمهورية الفرنسية لدى اليمن جان ماريل لإطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين رحب نائب الرئيس في مستهل اللقاء بسفير جمهورية فرنسا الصديقة بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لدى بلادنا متمنيا له التوفيق في أداء المهام المكلة إليه وبما يعزز مجالات التعاون والمصالح المشتركة بين بلدين وشعبين الصديقين أشهد نائب الرئيس الجمهورية بالدور الفرنسي الداعم للشرعية والأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة المواطنين مستعرضا جملة من القضايا والموضوعات الوطنية وفي مقدمتها نجاحات المحرزة في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه أكد نائب الرئيس بأن من شأن الانتهاء من تنفيذ الاتفاق تحقيق مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب موري بنع في هذا السياق عن تقديره للدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية شقيقة وما بدلوه من جهود مشكورة في هذا الإطار كما جدد نائب الرئيس في اللقاء التأكيد على دعم الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لكل الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي منوها إلى أن من أكثر العراقيل التي تتهدد عملية السلام في استمرار الدعم المسلح والتدخل الإيراني في اليمن والالتزام الحرفي لجماعة الحوثي بهذه التوجيهات التي تهدف في الأساس إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتهديد المستمر للملاحة الدولية كما أدان نائب الرئيس الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ناقلة لنقل الوقود بقارب مفخخ في ميناء جدة معتبرا تكرار استهداف المنشآت الحيوية النفطية تهديدا للاستقرار والأمن العالميين بشكل عام من جانبه عبر السفير الفرنسي عن تقديره وسعادته بلقاء نائب الرئيس الجمهورية وتطلعه إلى العمل الذي يخدم تعزيز العلاقات بين بلدينا وخدمة اليمن واليمنيين مؤكدا دعم بلاده لليهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومنساندة الجهود الأممية التي تبذل في إطار تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية التقى رئيس مجلس النواب السلطان البركاني سفير فرنسا لدى اليمن جان ماريا ماري صفا وفي اللقاء رحب رئيس المجلس بالسفير المعين حديثا لدى اليمن متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني والفرنسي والعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية خاصة وهو يعرف اليمن جيدا ولديه دراية كاملة بما حل بها جراء الانقلاب الحثي ومحاولة إيران زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وثمن البركاني جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض والخطوات الإيجابية التي تمت خلال الأيام الماضية وما سيشكله إعلان تشكيل الحكومة وعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن وعودة العديد من البعثات الدبلوماسية وأثره الإيجابي في ظل الأوضاع التي فرضتها مليشيا الحثي الانقلابية على الشعب اليمني وما خلفت من آثار في المجال الإنساني والاقتصادي وألقى بظلاله على مجمل الأوضاع وما خلفته الحرب من دمار وسفك للدماء والخطر الذي تشكله الاعتداءات المتكررة للحثيين على أراضي المملكة العربية السعودية وضرب المنشآت المدنية والاقتصادية وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والممرات المائية وعدم جدية الحثيين في خيارات السلام ويشهد على ذلك مرور عامين على توقيع اتفاق السكهول دون أن ينفذ شيء منه وعرب السفير عن دعم اليمن الكامل للشرعية والحفاظ على أمن والاستقرار ووحدة اليمن وأنه سيبذل جهده في سبيل إنهاء معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام وعودة مؤسسات الدولة حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب محمد ناجي الشايف وسلطان العتواني باث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية التهنيئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة أنه فيها بمناسبة احتفالات بلاده بالذكرى 49 لليوم الوطني وعبر رئيس الوزراء عن خالص التهني وأصدق التبريكات للبحرين ملكا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية منوها بما حققته مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة من نجاحات ونهضة شاملة في مختلف المجالات ونوها رئيس الوزراء بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين اليمن والبحرين والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما أشاد بالوقفة العروبية الصادقة لمملكة البحرين ومشاركتها في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتها للشعب اليمني وقيادته الشرعية في سبيل استعادة دولته ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي الذي يستهدف اليمن والمنطقة رحبت الجمهورية اليمنية بإعلان رفع جمهورية السودان الشقيقة من القائمة الامريكية للدول الرائعة للإرهاب وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الإعلان يمثل خطوة هامة نحو عودة السودان الشقيق لوضعه الطبيعي في المجتمع الدولي ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان بما يكفل تعافي اقتصاده وتحقيق النمو والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني الشقيق حضر وزير الإعلام معمر ليرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وإدانة وأدواته من ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندبة وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبع إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيراني وميليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية وضف الإيرياني أن تصاعد وطيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب بل تهديدا خطيرا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية وطالب الإيرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ إجراءات رادعة في مقدمتها إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم بالعملية السياسية الشاملة بقيادة وإرادة يمنية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة بما في ذلك القرار الرقم 22-16 للعام 2015 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وجدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صادر عنهم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه داعينا إلى تنفيذ اتفاق الرياض معبرين عن إدانتهم لهجوم ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المنشأة النفطية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من نوفمبر المنصر كما أدان أعضاء مجلس النواب التصعيد العسكري في اليمن مشددين على ضرورة الانخراط في آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتنفيذ نداء وقف إطلاق النار العالمي المفصل في القرار خمسة وعشرين اثنين وثلاثين للعام الفين وعشرين وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من التقييم الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي داعينا جميع الجهات المانحة في المجتمع الدولي بما في ذلك المانحين في المنطقة إلى الإسراع بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام وتقديم مساهمات مبكرة وسخية في العام الفين وواحد وعشرين لمنع الإقفال الوشيك لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني في الأخبار الميدانية شنت مقاتلات التحالث العربي سلسلة ضربات جوية على عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب واليوف واستهدفت الغارات عربات وتعزيزات للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المحافظتين وكانت ميليشيا الحوثي قد أرسلت تعزيزات عسكرية لجبهات القتال بعد تلقيها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أحرزت القوات المشتركة والمقاومة في جبهة موريس شمال محافظة الظالع تقدما جديدا في عملية عسكرية نوعية وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش في اللواء الثلاثة وثمانين مدفعية واللواء الرابع احتياط واللواء الخامس قوات خاصة أطلقت عملية عسكرية تمكنت من تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية لموريس ووضحت المصادر أن قوات مشتركة تمكنت من تحرير أغلب المواقع في منطقة القهرة التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وأشارت إلى أن أعداد من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في تلك المواجهات وكانت قوات الجيش والمقاومة قد أفشلت محاولة التسلل لمسلحي جماعة الحوثي في جبهة بطار غرب الظالع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأثنين أبطلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة مفعول عبوة الناسفة كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها بالقرب من مخيم غليفقة للنازحين بمدرية تأدريهم جنوب الحديدة وقال الفريق الهندسي أنه تم العثور على عبوة الناسفة زرعها الحوثيين بالقرب من مخيم غليفقة وتعمل على نظام الكاميرا ونظام التحكم عن بعد وأضف أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك العبوة الناسفة وإبطال مفعولها وتمكنت من إزالة الخطر الذي يهدد حياة المواطنين يذكر أن الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة قد فككت في وقت سابق صاروخا حوثيا سقط على منزل أحد المواطنين في حي منظر ضمن نهج الميليشيات الدموي وتدميري للقضاء على مظاهر الحياة بالحديدة تواصل ميليشيات الحوثي الطهاد قبائل اليمن في مختلف المحافظات بما فيها صعدة إذ داهمت منطقة بني خولي بمديرية منبه بعد أكثر من خمسة أيام من الحصار الذي فرضته على القبيل الرافضة إرسال أولادها للمشاركة في الحروب العبثية وقال مصدر قبلي أن الميليشيات داهمت قراء قبائل بني خولي ونهبت البيوت والممتلكات وفجرت عددا من المنازل والممتلكات مضيفا أن الميليشيات قتلت زعيم القبيلة سلمان مانع الجلحوي وأفاد المصدر بأن الميليشيات اعتقلت العشرات من الجرحى من أبناء القبيلة ونقلتهم إلى جهة مجهولة كما اعتدت على النساء والأطفال والمسنين مؤكدا أن الميليشيات تبتز القبائل في محافظات صعدة وعمران وحجة وتطالبهم بمزيد من المقاتلين والدعم المالي وتعتقل رب كل أسرة يرفض تسليم طفله للميليشيات أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية للفيروس وقالت اللجنة أنها سجلت حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى حالة شفاء في محافظة حضر موت فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة منذ عشرة أيام على التوالي ليصبح بذلك إجمالية الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا 2084 حالة منها 606 حالات وفاة و1384 حالة تعاف وشفاء فيما انخفضت الحالات النشطة المصابة حاليا إلى 93 حالة نشطة أما عالميا فقد تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 73 مليون حالة فيما بلغ عدد الوفايات ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثين ألف حالة وبلغت حالات التعافي أكثر من 51 مليون حالة تعاف وشفاء مزيد من الأخبار المحلية بعد الفاصل تفقد محافظ عدن أحمد حامد لملس ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع المبنى الجديد لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الكائن في حي أكتوبر بمديرية خرمكسر واطلع لملس ولخشع على أقسام المبنى وجهزيته مشددان على سرعة إنجاز بقية التجهيزات والرفع خلال يومين قادمين تمهيدا لانتقال أعمال الجوازات إليه وتدشين العمل فيه وخلال الزيارة أشار محافظ عدن إلى أهمية انتقال عمل مصلحة الجوازات إلى المبنى الجديد لتخفيف الضغط والإزحام على مبنى المصلحة في مديرية صيرة الذي يعد سببا رئيسيا في عرقلة العمل وتأخير إنجاز معاملات المواطنين وكان محافظ عدن يرافقه نائب مدير عام الشرطة العميد أبو بكر جبر قد تفقد سير العمل في مصلحتي الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية بمديرية صيرة وطلع محافظ عدن يرافقه نائب مدير عام الشرطة العميد أبو بكر على الخدمات التي تقدمها المصلحتين للمواطنين وإجراءات صرف الجوازات والبطائق الشخصية والصعوبات التي تواجه عملهما وشدد محافظ عدن على ضرورة تطوير العمل في المصلحتين بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتفادي الإزدحام الشديد نحن اليوم قمنا بزيارة إلى مبنى الهجرة والجوازات في مديرية صيرة في كريتر وقدنا من الإزدحام الشديد المبنى القديم المتالك إزدحام لا يستطيع أن يتقن عمله ضابط الأمن وضابط الجوازات وبالتالي أصبح جزء من العرقلة على سير إقراءات المعاملات المواطنين زرنا اليوم بمعية اللواء علي ناصر لخشع نايم بوزير الداخلية والأستاذ أحمد المحروق نايم بوزير الشهر القانوني والأخ أبو بكر جبر نايم مدير أمن عدن مبنى الهجرة والجوازات في خور مكسر وهو مبنى رئيسي ومبنى بشكل حديث هناك صالات انتظار للرجال صالات انتظار النساء مجهز بأحدث التجيزات كلفنا الأخ نايم مدير الجوازات أن يستكملوا الإقراءات خلال يومين القادمين ويرفعوا تقرير على الجاهزية ويبدأ مباشرة العمل إن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله ناقش لقاء الموسعون برئاسة محافظة محافظة أبيانا اللواء بوكر حسين سالم وضم الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور وضاح المحوري ومدير عام الخدمة المدنية والتأمينات عيش غالب ورئيس نقابة المهنة التربوية والمعلمية عبد الله الليافعي ونائب مدير المالية عبد ناجي المواضيع المتعلقة بأوضاع المتقاعدين في المحافظة وأشهد المحافظ بالدور التربوي الهام الذي قام به المعلمين من دور تنويري في تربية وتعليم الأجيال موجها بتسوية أوضاعهم الوظيفية لتحسين مستوى دخلهم مشيرا إلى الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار بصورة جنونية والذي انعكس على وضع كل فئات المجتمع ومنهم المعلمين وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات المتقاعدين وعمل لهم التسويات بعد استكمال ملفات تقاعد وفيما يخص رواتب المعلمين التي نهبت بفعل التقطع تتم المعالجة في سلطة المحلية من الموارد المحلية والمركزية كراتب ديسمبر ويتم تعويضها عند استلام شهر يناير 2021 وفي أبيان أيضا التقى محافظ محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم مدير عامي مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض وأعضاء السلطة المحلية بالمديرية نقش اللقاء تعزيز الموارد المالية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وضبط الأسعار ووجه بإيقاف البناء العشوائي في عاصمة المحافظة باعتبار زنجبار وجه المحافظة كما وجه المحافظ مكتب التجارة والصناعة بنزول الميداني وضبط التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل نظير ما يقومون به في استغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد التقى محافظ محافظة أبيان اللواء روك نبو بكر حسين سالم مدير عام مؤسسة كهرباء أبيان محمود مكيش وناقش اللقاء أهمية الإسراع في إعادة تيار الكهربائي لمدينة شغرة التي عانت ظروفا صعبة خلال الأشهر ووجه المحافظ بتوفير 30 عامود كهرباء وتوفير الأسلاك الكهربائية وتتم عملية الربط للخط الناقل لتيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة لتخفيف معاناة أبناء شغرة بسبب الحرب التي دارت في أبيان أشرف محافظ أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم على استكمال مشروع الصرف الصحي بحي الصرح شارع الزراعة بحضور مدراء زنجبار والمياه والصرف الصحي والنظافة والتحسين والكهرباء موجها بالإسرع في استكمال المشروع حيث ما تسبب بإعاقة حركة المرور بين مناطق مدينة زنجبار كما وجه بأعمال السفلة والإنارة وعبر المواطنون في الحي عن شكرهم وامتنانهم للمحافظ الذي حل مشكلة المجاري التي ظلت لسنوات عالقة وأغلقت الطريق بسبب مياه المجاري التقى محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روك فرج سالمين البحسني بالمكلة ممثلة شركة زبيب الصينية للحفر باليمن المهندس عبد الرحمن صالح اليوسفي ونقش اللقاء لتستيناف عمل شركة زبيب الصينية في مجال الحفر وإنتاج النفط في ظل الاستقرار الأمني الملحوظ الذي تشهده المحافظة وجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في استعادة جزء كبير من منهوبات الشركة وأكد المحافظة البحسنية اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمستثمرين ودعم الاستثمار في كافة المجالات مبديا استعداده لتدليل الصعوبات وتقديم التسهيلات في سبيل استعناف عمل الشركة في مجال الحفر وإنتاج النفط بحضر موت كما التقى محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روك فرج سالمين البحسني بالمكلة كبيرة استشاري تنمية الأعمال بمنطقة براجمة أو بمنظمة براجمة الأمريكية محمد عبدالخير العويني واستشاري تطوير القوى العاملة بالمنظمة ماريا محمد ياسين لمناقشة تدخلات المنظمة وإسهاماتها في دعم القطاع الخاص بمحافظة حضر موت وتعرف المحافظ البحسني من ممثلي منظمة براجمة على أبرز مشاريع المنظمة وأهمها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الذي يعزز التفاعل مع القطاعين العام والخاص عن طريق إيجاد حلول تركز على النمو لتشجيع إصلاح الاقتصاد وتسهيل التجارة وسبل العيش المستدام وتعزيز النمو والقدرة التنافسية للمنشآت وأبدأ محافظ حضر موت استعداد قيادة السلطة لتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل التسهيلات أمام المشاريع التي تسعى منظمة براجمة لتنفيذها في المحافظة ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر لتمكين الشباب من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مشاريعهم الخاصة اطلع محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوارك فرج سالمين البحسني بالمكلة على نشاط مجموعة أوقاف أحمد محمد بغلف وأبرز خدماتها وتدخلاتها في دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بحضر موت ورحب المحافظة البحسني بعودة عمل مجموعة بغلف في محافظة حضر موت في تقديم الدعم لمختلف القطاعات ودعمها للمشاريع الخيرية والإنسانية بالمحافظة مثمنا أعمالهم الخيرية التي تساند جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة من جانبها ثمنت قيادة مجموعة بغلف التسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية بحضر موت ممثلة بالمحافظ مؤكدين وقوفهم ومساندتهم للسلطة المحلية من خلال تنفيذ مشاريع في القطاعات ذات الأثر الاجتماعي إلى مارب وصلت المحولات والمواد الخاصة بمشروع توسعة محطة مارب التحويلية للطاقة الغازية ومحطتي تصريف الطاقة مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي استقبل محافظ محافظة مارب الوسط العرادة ومعه رئيس المكتب الفني بالمحافظة دكتور علي الجبل ومدير عام الكهرباء عبدالهادي الشبواني والمهندس عبدالدغيش نام مدير الكهرباء بالمحافظة استقبل المحولات والمواد الخاصة بيتمسعدة محطة مارب التحويلية للطاقة القازية محافظ المحافظة عبر عن سعارته لوصول المعدات والمحولات الخاصة بالطاقة الكهربية وأكد أن هذا المشروع استراتيجي والحيوية كانوا ما زال من أولوية الملحة باعتبار الكهرباء عصب الحياة وأساس التنمية يسعدنا اليوم أن نستقبل هذه الحملة من المعدات التابعة للكهرباء للمحطة الغازية وهذه المعدات التي وصلت هي المعدات التي ستربط محافظة مارب كاملة بالمحطة الغازية وهي ساعة تقريباً 120 ميجاوات نضافة الأربعين السابقة وبهذه بإذن الله تعالى نستطيع أن نقول أن الربط سيتم كاملاً للمحافظة بجميع مديرياتها هذا المشروع استراتيجي وهذا المشروع حيوي هام وكبير جداً ويستحق الاهتمام مننا جميعاً نشكر من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا اليوم المبارك نشكر في خامة رئيس الجمهورية ونائبة على التعاون الذي تم على التوجيهات التي ساعدتنا كثيراً في إنجاز هذا المشروع والشكر وموصول أيضاً لدولة رئيس مجلس الوزارة والذي وقف إلى جانبنا في هذا المشروع والأخ وزير الكهرباء أيضاً ولا يفوتني هنا أن أشكر مؤسسة أبو ناب التي قامت بهذا العمل الجليل والكبير مدير عام الكهرباء عبدالهاري الشبواني والمهندس عبدالله جغيشان أوضح أهمية توسعة للمحطة القازية والتعب التدبر أكبر توسعة في محافظة مارب لتغطي كافة مديريات المحافظة اليوم وصول المحولات بقدرة 126 ميجاوات وتعتبر هذه المرحلة الكبرى من الطاقة الغازية ووصول المواد بقدرة 126 ميجاوات التوسعة الكبرى والثانية التي ستغطي إن شاء الله محافظة مارب للطاقة الغازية سيكون الطاقة الإنتاجية 126 زائداً 40 ميجاوات المرحلة الأولى 166 ميجاوات طبعاً احتياج المحافظة في الوقت الحالي قرابة 130 ميجاوات خاصة بالمديريات كامل الدكتور علي القبلة رئيس المكتب الفني أكد بأن المحطة ستشهد توسعة كبيرة وستعمل على دعم التنمية والاستقناء على الطاقة المشترى الشيء الأول أن نوفر مبالغ كبير كانت تصرف الطاقة المشترى تعود للتنمية الشيء الثاني أن لدينا مشاريع أملاقة في المحافظة منها مطار مارب العديد من المشاريع هذه كلها بحاجة إلى طاقة وبدون الطاقة لا يمكن مثل هذه المشاريع أن تقام هذه الطاقة ستوفر الخدمة لمثل هذه المشاريع مثل مصانع الإسمنت والذين توقع إنشاءها في محافظة مارب من المدينة الصناعية والمخطط لها لدينا مدينة صناعية عملاقة مخطط لها في المخطط الحضري هذه كلها تحتاج إلى بدون التيار الكهربائي وبدون الكهرباء لا يمكن أن تنفذ مثل هذه المشاريع في ذات السياقة تبقد محافظة المحافظة العمال الإنشائية في أحد محطات تصريف الطاقة وغرف التحكمة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 70% شدت المحافظة على ضرورتها سلوة التنفيذة والتقيد بالمواصفات والمخططات والتصاميم محافظة مارب تنميه عمارة ومشاريع إنجازات على الواقع في ظروف استثنائية يد تبني ويد تحمي الوطن لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مارب من مأرب إلى شبوة حيث وقع محافظة شبوة محمد صالح بن عديو على عقد إنشاء أول مكتبة مركزية بالمحافظة بتكلفة 55 مليون ريال وبدعم حكومي وتضمن العقد المؤقع مع مكتب الوسيط للمقاولات قامت مكتبة في مدينة عتق تضم عديدا من القاعات المخصصة للكتب الورقية وأخرى للإصدارات الإلكترونية والقراءة والمحاضرات وعقب التوقيع كده محافظة شبوة على أهمية مشروع المكتبة كمركز علمي ومنهل ثقافي وملتقى لمحبي القراءة وخدمة رجال العلم والبحث العلمي بالمحافظة لافتا إلى أن هذا المشروع يمثل ترجمة عملية لمخرجات مؤتمر شبوة تاريخ وحضرة ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بأبيان مهدي محمد الحامد سير العمل مع لجنة إعمار مديري تيز جبار وخنفر واستعرض اللقاء ما تم الانتهاء منه من رصد من الاحتياجات المطلوبة لمديرية خنفر من مشاريع خدمية ذات أولوية وأعمال المصفوفة المطلوبة للمشاريع في خنفر وزنجبار لتقديمها لمنظمة البيتات الخاصة بالمستوطنات البشرية التابعة للأمم المتحدة لإعمار المديريتين وأشهد الحامد بعمل اللجنة موجها بالمتابعة المستمرة من أجي إنجاز مهامها والإسراع في عملية إعادة الإعمار عقد بمديرية بروم ميفع بحضر موت اللقاء موسع ضم مشائخ ووجهاء وأعيان وادي المحمدين في المديرية لمناقشة القضايا الخدمية والأمنية وفي اللقاء شدى وكي الأول لمحافظة حضر موت عمر بن حبريش بمواقف قبائل وادي المحمدين في كل المراحل ووقوفهم إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن اللقاء يكتسب أهمية بالغة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب المزيد من التلاحم والتعاون بين السلطة والمجتمع من جانبه استعرض مدير مديرية بروم ميفع ناصر علي الشعيبي استعرض أبرز المشاريع الخدمية المنفذة في وادي المحمدين وبينها شق وسفلة الطريق الذي يربط الوادي بالمكلة وصيانة وتأهيل الطرق الترابية في ذات المنطقة وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي خلال زيارته لوادي المحمديين سير الدراسة في مدرسة السلام للتعليم الأساسي كما بحث أوضاع مدرسة العلا والتي تعد من أقدم مدارس وادي المحمديين ووجه بن حبريش بوضع دراسة لمتطلبات أعمال إعادة تأهيل المدرسة مشيدا بحرصها للمنطقة على تعليم أبنائهم والاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة كرمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوى الجهات التي أسهمت في إنجاح احتفال الجمعية باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة بالمحافظة وفي الحفلة شاد وكيل محافظة شبوى الدكتور عبد القوي المروق بالدور الجمعية في خدمة ذوي الإعاقة مثمنا جهودها في إعادة تأهيلهم والعمل على مساعدتهم لقهر الإعاقة منوها بمسؤولية الدولة والمجتمع تجاه هذه الفئات التي تستحق الرعاية والاهتمام بدوره عبر الأمين العام للجمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوى محمد دحيل عن امتنانه للداعمين لأنشطة الجمعية مؤكدا على دورهم في صناعة الأمل في نفوس ذوي الإعاقة وتحفيزهم على الانتصار عليها وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات وشخصيات الداعمة للجمعية بالمحافظة اختتمت بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت الورشة التدريبية لسلطات الضبط القضائي حول حقوق الإنسان والمحتجزين والتي نظمتها مؤسسة الوسط للتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن وتلقى عشرون مشاركا ومشاركا من أقسام الشرطة والتحقيق الجنائي والأدلة والمرور والمختصين بقضايا الاحتجاز على مدى ثلاثة أيام محاضرات حول حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المحتجزين وحقوقهم المشروعة وفقا للقوانين النافذة وفي ختام الدورة التدريبية أشهد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بالشراكة النوعية الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني وتدخلاتها في المجال الأمني من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق العدالة الجنائية المنشودة وجرى في ختام الدورة تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح البرنامج التدريبي دائما في حضر مموت فقد ناقش اجتماع عقد بسيئون برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام محمد سعيدي مطالب العاملين بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وأسبل إيجاد المعالجات الممكنة وثمن الوكيل سعيدي جهود العاملين بالمؤسسة في استمرار خدمة المياه للمواطنين منوها إلى دور السلطة المحلية في دعم المؤسسات الخدمية واستمرار نشاطها وفقا والإمكانيات المتاحة هذا وقد استعرضت اللجنة النقابية بحضور مدير عام المؤسسة عامر العامري أبرز المطالب ودورها في تعزيز دخل العاملين بما يتناسب والظروف المعيشية التي فرضتها الأزمة التي تمر بها بلادنا كما تم تكليف دارة المؤسسة للسلطة المحلية للرفع بدل العلاج وأكد تشكيل لجنة من الإدارة واللجنة النقابية لتعديل لائحة الحوافز والمكافأة دشن رئيس محكمة السيناف حضر موت فضيلة القاضي هاشم الجفري بمدينة المكلة العمل بالنظام القضائي الإلكتروني ونظام التوثيق والأرشفة في المجمع القضائي بحضر موت وخلال التدشين أوضح القاضي الجفري أن النظام الإلكتروني سيتم تفعيله في محكمة الإسيناف بكافة شعبها ومحاكم شرق وغرب المكلة وغير بوازير والشحر الإبتدائية والمحكمة التجارية مشيرا إلى أن النظام القضائي الإلكتروني يسهل العمل القضائي بشكل عام على صعيد متصل نظمت محكمة السيناف حضر موت بالمجمع القضائي بمدينة المكلة الدورة التدريبية لنظام التوثيق والأرشفة الإلكترونية وأكد رئيس محكمة السيناف حضر موت القاضي الجفري أهمية الدورة في إطلاع المتدربين على معارف ومفاهيم حول النظام القضائي الإلكتروني مشيرا إلى أن رئاسة المحكمة لديها توجهات نحو اعتماد الأنظمة الإلكترونية في عملية الأرشفة لمواكبة التطور التقني نقش مدير مديرية البوريقة بمحافظة عدن يونس محمد السليمان الجوانب المتعلقة بتوفير استوانات الغاز المنزلي للمواطنين واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية وبحضور وكلاء بيع الغاز الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الوكلاء خاصة فيما يتعلق بقلة الكمية وزيادة الطلب كما تطرق اللقاء إلى الآلية الجديدة التي ستعتمد على وكلاء شركة الغاز في توفير استوانات الغاز المنزلي للمواطنين وأكد يونس استعداد سلطة المحلية للتعامل مع أي آلية تكفل إيصال استوانات الغاز لجميع المواطنين بسلاسة وفقا لتسعرة المحددة وبما يغطي احتياجاتهم وشدد باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول التلاعب بمخصصات الغاز المعتمدة لمديرية البوريقة من قبل الشركة أشهد مدير عامي مديرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الداؤودي بمستوى الإعداد والتجهيز والترتيب في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020-2021 جاء ذلك خلال تدشينه امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس مديرية المنصورة حيث طافت داؤودي ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية علي علوي السويري قاعات الامتحانات في مدارس المديرية مستمعا من إدارات المدارس إلى التحضيرات والترتيبات للامتحانات بالشكل المطلوب وشدد الداؤودي على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية امتحاناتهم بكل يسر وسهولة وتحصيل أعلى الدرجات أقام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب مهرجانا لصناع الجمال لتكريم عمال وموظفية صندوق بدعم وتمويل من إحدى شركات القطاع الخاص مزيد من التفاصيل في تقريب مراسلنا محمد اليداسي نظم صندوق النظافة والتحسين حفلا تكريميا لعمال وموظف صندوق النظافة للعام 2020 ميلادية بدعم وتمويل من مجموعة تمحسن الخطوة للتجارة والاستثمارة وكيل محمد الدكتور عبدالبوع المفتاحة أكد أهمية النظافة ودور المجتمع في هذا المجال عام قادم ويجب على الجامع أن نشمر عن سواعدنا وأن نمضي قدما ستندحر كل المشاريع وستذهب إلى مزبلة التاريخ الذي اليوم يسطر التاريخ أروع الأمثلة وأروع البطولات من أجل اليمن السعيد اليمن الذي ينشده صنع الجمال وينشده كل يمن اليمن الذي بذل الله عز وجل ستشرب شمسه قريب كلمة صنع نظافة والتحسين أشارت بدور عمال نظافة في صنع اللوحات الجمالية في عاصمة أغليم سبا نتشرف بحضوركم في هذا اليوم الوطني الجميل الذي بوجودكم وحضوركم رسبتم الجمال في وقوف صنع الجمال يطيب لنا في هذا اليوم أن نتقدم بجميل الشكر والعرفان لمؤسسة الأخي محسن الخضر للتجارة والاستثمار رأي هذا الحفل الكريم والذي تنظمه لسنة ثانية على التوالي ألقيت في الحفل الكلمتان عن مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أشارت بدور عمال نظافة صنع الجمال وأكرت أهمية ودور رجال المال والعمال لدعم المشاريع الخدمية والإنمائية المدير التنفيذ للسندق النظافة والتحسين المهندس محمد أحمد عطية أكرت أهمية لليوم ودور صنع الجمال وأعمال نظافة والتحسين شهيد الحفل العليم الفقرات الإنشادية والقصارة الشعرية المعبرة والتي نالت استحسان الحاضرين في اختام الحفل تم تكريم عمال ومضافة صندق النظافة والتحسين للعام 2020 ميلاديا في طالق المضولة للاهتمام بغطاء العمال في مختلف مرافق العملي والإنتاج لقناة عدد الفضائية محمد إجداسي محافظة مار دشنت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية توزيع أجهزة ومعدات طبية لمكافحة وباء كورونا كوفيد 19 في محافظتي عدن ولحج ويأتي المشروع بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة حيث تم تجهيز أربع وحدات متكاملة للإناية المراكزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية للكادر الطبي في مركز العز الصحي في مستشفى الجمهورية بعدن وفي مركز العزل بمستشفى بن خلدون العام بمحافظة لحج وأشار نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية الدكتور عادل بأن المشروع يأتي ضمن جهود دولة الكويت في دعم القطاع الصحي في اليمن ويستهدف عدد ثمانية مواقع صحية في ست محافظات قدمت مؤسسة شبوى للتمية دفعة جديدة من الأدوية والأجهزات والمستلزمات الطبية لمركز غسيل الكلا بمدينة عزان بمديرية ميفعة بتمويل من مؤسسة صلة للتمية بقيمة 19 مليون و180 ألف وثمانمائة ريال وأشاد المدير التنفيذي لمركز غسيل الكلا بشبوى ناصر بن مسلم بتواصل دعم مؤسسة صلة لمراكز الغسيل بالمحافظة منوها بمساهمتها في التأمين الدوائي للمراكز مثنيا على نوعية تدخلاتها في القطاع الصحي بالمحافظة من جانبه ثمن مدير مكتب الصحة والسكان بميفعة عبدالخالق قلمدح البرامج المشتركة لمؤسسة صلة وشبوى مشيدا بدورهم في خدمة المرافق الصحية بالمديرية دشنا مدير عامي مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عبدالواسع شداد مشروع توزيع الوجبات المدرسية الذي يستهدف أكثر من 1400 طالب وطالبة في ثلاث مدارس ويستمر مشروع الوجبات المدرسية للعام الثالث على التوالي بتمويل من منظمة مسلم هاندس ويستهدف المدارس التي تأثرت بالحرب ليتوسع المشروع ويشمل عددا أكبر من المدارس في مدينة تعز التي تعاني الحرب والحصار اختتمت في الصالة الرياضية بتاعز بطولة تالأنديا للكاراتيه التي نظمها فرع اتحاد اللعبة والتي شارك فيها ثمانية أنديا هي الصقر والرشيد والأهل والصحة والطليعة والشروق وشباب المعافر وشباب المسراخ هذا وحل نادي الرشيد في المركز الأول في البطولة بينما حل نادي الطليعة في المركز الثاني ويعتبر هذا النشاط الأول لاتحاد الكاراتيب المحافظة في ظل الخطوات التي ينتهجها مكتب الشباب من أجل إعادة إحياء العديد من ألعاب الظل التي توقفت نتيجة الحرب حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة